السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنبدأ ان نعرف خطوات التقديم لبرامج الدراسات العليا بكلية التجارة وقدرة اعمال جامعة حلوان من خلال منظومة ابن الهيسم المتبقة حديثا بالقليل. ان شاء الله تم فتح باب التقدم لجميع برامج الدراسات العليا بجميع البرامج الموجودة فيها سواء درسة العليا بكلية التجارة الحلوان اللي هي دراسة العليا اكاديمية او برنامج نزل معلومات الاعمال لدراسة عليا او برنامج دراسة العليا المهنية او برنامج او معهدر المستشفيات واقتصاد الصحة بجميع البرامج المختلفة فيه. طيب ازاي هنبدأ حضرتك اول مرة تدخل على البرنامج. طبعا هندخل على الموقع الاتفوني اللي هو بي جي اس دوت حلوان دوت اي دوت اي جي. وبعد كده اول خطوة حدث هتعملها انت لسه ليس لك حساب على المنظومة. فحضرت اول خطوة هتعملها تضغط على التقدم للدراسات العلية. اول ما ادخل بخطوة مصورة العلية هتطلب من حضرتك سواء الرقم جوز الصفر للاخوة الوافدين. او لو حضرت مصري فهتكتب الرقم القومي مع مراعاة البيانات اللي هتكتبها في سواء رقم قومي او جوز الصفر للقابلة للتعديد فبالرقائد خالها بطريقة صحيحة. ثم حضرتك هتكتب البريد الالكتروني آآ آآ الخاص بحضرتك. وده اللي من خلاله هيتم ارسال وهنتقط على ارسال. هيتم ارسال ايميل لحضرتك على هذا البريد الالكتروني يحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور اللي هتدخل بيها على النظام. بمجرد ما هتدوس ارسال هيوصل لك الايميل. وبعد كده اول لما يوصل لك الايميل هتيجي هنا تدخل اسم المستخدم اللي هو الايميل اللي انت حدق كنت اخذبه وكلمة المرور اللي وصلت لك في الايميل. وبعد كده هتدخل طالب متقدم للدراسات العائلة. ثم هتدخل على او هتدوس على كلمة الدخول. هيظهر لك البوابة او البوابة الالكترونية الخاصة بالتقديم. حضراتك هتيجي على اليمين هتلاقي فيه بيانات التقدم. هتلاقي فيه حوالي خمسة خاصة بالبيانات المطلوب حتى تكون بادخالها لاستكمال اجراءات التقدم. اول حاجة البيانات الشخصية هتبدأ تدخل بياناتك الشخصية اللي خاصة بحضرتك. طبعا مع مراعاة ان اي حاجة عمولة عليها الاحمر هي لازم تكون بادخالها لو ستها مش هيقبل ان حضرتك تكمل حفظ البيانات خلاص يعني باختصار الاسم بالعربي اسم الاب هو اوتوماتيك لما تكتب الاسم هو هياخد الاسم التاني يكون اسم الاب الاسم بالانجليزي يفضل يعني طول ما كل البيانات متاحة عند حرف النخيم نها يبدأ افضل بالنسبة. طبعا الديانة الجنس النوع الوظيفة لو حضرتك تحدد من جوة الجامعة لو حضرتك من خارج جامعة تختار وظيفة من خارج الجامعة وتفضل الوظيفة وهكذا فحضرتك بتبدأ حسب بيانات حضرتك. طيب الجزء التاني الجزء الخاص بتاريخ الميلاد طبعا مكان الميلاد طبعا هنا لو حضرتك مصري فمصر طبعا هنا في ساهمين هنا لو دوست على ساهم ده هيبدأ يجيب لك المحافظات فالبقى حضرتك دكتار المحافظة اللي حضرتك منها وهتبدأ تكمل بقية البيانات الخاصة طبعا نفس الكلام لو كان الادخال ده كان جواز صفر فهتبدأ حضرتك تختار نوع الجواز ورقم الجواز وكل انها هيكون مكتوب والبيانات الخاصة بالجواز الصفر بعد كده هندوس حفظ هننتقل لي الخطوة التانية بيانات الاتصال وبرضو يفضل حضرتك نكتمل لكل البيانات المتاحة عشان يكون ما نحتاجش يكون فيه اي سبب لرفض الاوراق طبعا انت حالات ما مالتش بالك خلاص اهم البيانات في بيانات انتصال رقم الموبايل والبريتري الترولي للتواصل طبعا والبلد والمحافظة اللي هي المحافظة وهكذا زي ما احنا قلنا العنوان كل الكلام ده والحضرتك هتكتبه وبعد كده هتعمل آآ حفظ ادخي الرقم الموبايل مثلا بعد كده الجزء التالت ده الجزء المهم بالنسبة لنا كله مهم طبعا بس ده الجزء الخاص بانك تهرفنا حضرتك حابب تقدم على انهيب المالي طيب حضرتك اول حاجة دية جزء يعني آآ المورد المالي يعني دية بس بالنسبة لنا لو انت حضرتك حابب آآآ لو انت طبعا آآ دارس خاص بها تدفع انت المصاريفة هتختار نفقة الخاصة لو في منحة او كذا بتختار النوع لو اخرى او هكذا يعني معظمنا هيكون على نفقة الخاصة حضرتك بتختار الجمعة هتختار الكلية آآآ هنا طبعا كل التجارة قدرة الاعمال حضرتك حسب بقى انت حضرتك حابب آآ تقدم على ايه هيزهر لك كل الاقسام المتاحة تقديم فيها لو حضرتك هتختار آآ يعني هتقدم الجزء الخاص بآآ الدراسات روالية في حلوان فعندك الاقسام سواء المحاسبة ادارة الاعمال الاحصاء التجارة الخارجية اقتصاد على القهر الدولية آآ لو حضرتك هتقدم آآ الجزء الخاص بآآ ادارة مستشفيات او نظم معلومات الاعمال حضرتك حسب المكان اللي حضرتك هتقدم فيه بتختار وليكن خطار نظم معلومات الاعمال خلاص هيدي بدأ يفتاح لك انت هتقدم ماجستير ولا دبلوم ولا دكتوراه وليكن حصلت انها هقدم دبلوم خلاص بيبدأ يظهر لك التخصصات المطلوبة او اللي انت هتقدم فيها في المرحلة ديت تختار دبلوم نظم معلومات الاعمال اللي هي الخاصة بي خلاص هيكون متاح حضرتك بيقول لك انت انت التقديم دوت خاص بآآ سنة عشرين هو فاصل ربيع اللي هو الترمي التاني هندوس حفظ خلاص لو حدق حابب ده اقدم في برنامج داني بالتوازي يعني بس هو اعتقد المنظمة هيقدم في برنامج واحد بعد كده هنتكامل المؤهلات السابقة اه حدقت المؤهلات بتاعات حضرتك بقى سواء الماجستير والدكتوراه او اطفر يعني او البكاريوس حسب المؤهلات بتاعتك بتملأ البيانات حسب كل مؤهل وبعد اما اضيف المؤهل اضيف حفظ متاح انك مؤهل تاني وهكذا زي ما اتفقنا هو مش ما فيش حاجة الزامية في الجزء ده بس في الاخر يعني طول ما هو كل البيانات المتاحة الحالي خاتمناها كل ما هو يكون نسبة القبول بتبقى افضل بعد كده في الاخر رفع الوسائق حاليك بتبدأ اضيفها بقى شات الميلاد طبعا كل ما هو متوافر للجزء بتاعك يعني ديات يعني ديات متصلبات عامة على مستوى الجامعة خلاص بطاقة الرقم القومي شهادة البكاريوس شهادة التقديرات لو متاحة لو انت حاجة وافد جاوز بالسفر لو انت حاجة آآ وافد ويعني فيه تقديم من خلال الصفارة اخطاب الصفارة آآ لو عندك شهادة معادلة بتقدم في الدبلوم وانت اصل معهد فانت هنا محتاج تقدم شهادة المعادلة شهادة التجنيت لو محتاج موافق جهة عمل يبقى كل لو انت بتقدم دكتوراه يبقى لاجه بترفع شهادة الماجستير كل ما هو متاح كآآ دقمة بالنسبة لحضرتك تقدره يفضل انه حاجة في الاخر بعد ما حاجة تملى كل البيانات ديت هيوصل لعضراتك خطوات التقديم هتبقى خمسة من خمسة في الاخر حضراتك هتبدأ تروح تطبع الاستمرارة للتحاق خلاص الجزء الاولاني آآ لو انت حضراتك مصري نوافة تطبع الجزئين المهم في الاخر هتطبعها وفي الاخر هتروح تسلم ورقة حضراتك الاصول دي البرنامج بإدارة البرنامج حسب حضراتك لو انت في بتقدم في الدرسات العالية اكاديمية في حلوان هتروح حلوان سواء بقى برامج البيبي اي اس او المهني او المستشفيات هتروح في الزبالك ايام الجمعة والسبت دي تقديم الاولاق بتاعت حضرتك وكده يبقى احنا عارفنا ازاي او خطوات التقديم في برامج الدرسات العالية بكل التقبارة كاملة حلوان شكرا لحضراتك اشتركوا في القناة